وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبطات بلغة 105 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 42 طنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 62 طنان أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 726 قضية من بينها 203 قضايا خبز ناقص الوزن و204 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات في مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتداول الأقماح تم ضبط 3 قضايا بمضبطات بلغة 20 طنان من الأقماح المحلية